أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو جديد هنتكلم فيه عن توقعات مهمة جدا لعام 2023 للعرافة اليهودية من أصل يمني وهنتكلم عنها شوية وهنتكلم على تحقق توقع اللي كنا عاملينه من حوالي سنة تقريبا أو سنتين فيديو كنا منزلينه وقلنا حاكم عربي خاين وفيه ناس كتير دخلت وكانت عايزة تعرف اسمه وقدينا هنعرفنا اسمه وبالفعل تحقق توقع كل ده هنعرفه من خلال هذا الفيديو وتوقعات للدول العربية والعالم في 2023 بس قبل ما نبدأ ليه رجاء من حضراتكم ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشيل للفيديو عشان يوصل لكل الناس بداية كده العرافة اليهودية اليمنية كتير يعرفها خصوصا أهل اليمن الكرام الستة دي كانت متوقعة اختيال علي عبدالله صالح لما يعمل حاجة معينة قالت لو بنيت أي ابونة باسمك هتعرف ان أيامك هتبقى معدودة وبالفعل لما بنى الجامع الكبير موجود في اليمن باسمه مفيش سنة سنتين وتم اختياله كلنا عارفين الأحداث دي ممكن حبيبنا في اليمن يكونوا عارفين كمان هذا الموضوع خلينا نشوف بقى مين بقى الرئيس بقى اللي كان خاين لشعبه وتم الحكم عليه بالحبس مدى الحياة بتغمت الخيانة العظمى الخبر نازل يوم 28 نوفمبر أو 28 11 اللي فات بيقول حكم بسجن رئيس جزر القمر وجزر القمر على فكرة من دمن الدول العربية تقدروا تبحثوا وتتأكدوا من نفسكم جزر القمر تعتبر من دمن الدول العربية وموجودة كأضو فاعل في جمعة الدول العربية أيضا المهم حكم الاثنين على رئيس جزر القمر السابق أحمد عبدالله سنبي الذي كان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى أمام محكمة أمن الدولة بالسجن مدى الحياة على ما أعلن رئيس المحكمة وقرارات هذه المحكمة الخاصة غير قابلة للطعن يعشان هم متأكدين أن هو خاين لبلده وظهر سنبي البالغ 64 سنة لفترة وجيزة في اليوم الأول من محكمته لأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل ثم تغيب عن باقي الجلسات وقال رئيس المحكمة عمر بن علي خلال تلاوة الحكم حكم عليه على سنبي يعني بالسجن مدى الحياة وبتجريده من حقوق السياسية والمدنية أي حقه في التصويت وتقلد مناصب عامة وتأمر المحكمة بمصادرة ممتلكاته واصوله لصالح الخزينة العامة ومن جانبه قال المدعي العام علي محمد جنيد يوم الخميس لقد خان المهمة التي كلفوا بها مواطنه جزر الكمر مطالبا بعقوبة السجن مدى الحياة وسنبي المعارض الأبرز للرئيس الحالي متهم بالتورط في فضيحة برنامج المواطنة الاقتصادية وأصدر كان ساعتها قانون في العام 2008 يتيح ببيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية يعني بيبيع جنسية بلده مقابل الفلوس وتم استخدام البرنامج الذي يستقبل بمجابة عشرات الألاف من البدون من دول الخليج اللي بيعتبروا مواطنين من الدرجة التانية في وطنهم والمحرومين من وصائق الهوية كوسيلة لملء خزينة الدولة وقالت إسلام سام بابنة الرئيس في اتصال مع وكالة فرانس بريس إن هذه العقوبة تتماشى تماما مع ما رأيناه حتى الآن مصرحية قانونية قضى أعضاء الحكومة أي أن كان يعني بتدفع عن باباه وده شيء طبيعي ولكن في حاجات تانية كتير وغير إنه هو مفروض كان يدخل فلوس الخزنة لكن معظم الفلوس كانت بتخش جيبه وتم اختلاس تلك الصروة وبلغت الخسائر التي لحقت الحكومة جراء ذلك أكتر من واحد وثمانية من عشرة مليار يورو سرق الدولة في واحد وثمانية من عشرة مليار يورو أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأخبير الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي يعني سرق أكتر من إجمالي الناتج بتاع الدولة نفسها فعشان كده تم اتهامه بالخيانة العزمة لأنه بيبيع الجنسية بفلوس غير إنه هو المفروض إن البرنامج ده عامل عشان يدخل فلوس للبلد كانت الفلوس دي بتروح كلها لجيبه وبكده تحقق فعلا توقع العرفة اليهودية بأن في رئيس دولة عربية خاين لشعبه والوطن بالنسبة لتوقعات الستة دي عام 2023 اتكلمت بمعنى صح إن هذا العام القادم هو عام الصدمات وعام المغامرات الكبرى وأكتر من رئيس هيكون ليه قرار غريب جدا وصدم لشعبه يعني فيه قرارات هتطلع من بعض الرؤساء الدول أو الشعوب مش هتكون موافقة عليها وده هينتج عنه ثورات كتيرة جدا هنسمع عنها في العديد من الدول إن كانت أوروبية إن كانت أفريقية إن كانت عربية إن كانت غنية إن كانت فقيرة الموضوع هيبقى في كل الدول والعرفة اليهودية كمان اتكلمت عن أكثر من رئيس هيتعرر لمحاولة من الاختيال معروف إن واحد من الرؤساء اتعرض لمحاولة اختيال بتبقى مش سهلة ولكن مش شرط يكون هذا الرئيس رئيس حالي ممكن يكون رئيس سابق أو رئيس وزراء يعني مثلا عندنا في دولة العراق وفي كذا دولة اللي ماسك الدولة هو رئيس الوزر أو هو اللي بيحكم عن الرئيس لأن الرئيس ده بيبقى عبارة عن حاجة شكلية زي مثلا في فلسطين المحتلة زي مثلا في بريطانيا رئيس الوزر هو المسؤول عن قرارات الدولة فيشايفة أن اللي ماسك قرار الدولة ده هو أكتر شخص هيتعرض لمشاكل كبيرة جدا أو محاولات اختيال إن كان سابق أو إن كان حالي كمان في بعض الدول العربية هتتعرض لبعض المناكفات بعض المناكفات بمعنى هيحصل تدخل سافر من بعض الدول الروسية دولة روسيا معزرة ودولة أمريكا هتبقى فيه حرب استعمارات حرب استعمارية بمعنى حرب استعمارية زي حاجات بتاع الزمان آه الحرب مش بالأسلحة أو بالضرب وزي الحرب العالمية التانية والحرب العالمية الأولى الكلام ده خلاص بطل الحرب دلوقتي هتكون في الدول العربية حرب نفوذ حرب اقتصاد حرب السياسة حرب التفاقيات حرب تصريح بين رؤساء والآخرين هنشوف تحالفات غريبة بتحصل بين الدول وبعضها وفيه كمان تحالفات سرية من تحت لتحت خوفا من أمريكا ورد فعلها إن أمريكا عامنى زي التعبان اللي لما بيحط في دماغه حد يلا السلام أديكم شفت أقول اللي بيحصل في إيران أنا بالرغم إن أنا أصلا ضد النظام اللي حصل في إيران واللي ضد اللي بيحصل في إيران من قمع وإحتجاجات فبعض الناس تانية ممكن تشوف اللي في إيران ده عادي ما فيهوش مشكلة إن كان أنت رأيك أو رأيي أنا إيه اللي بيحصل في إيران ده مش طبيعي اللي بيحصل في إيران ده مش طبيعي شبه اللي كان بيحصل لنا في الدول العربية الربيع الزفت العربي فكل الحاجات دي هنشوفها في بعض الدول التانية نحن خلاص كده خدنا اللي خد نفسه في 2011 واللي بعد 2011 دول بتاعتنا نامت نومة حلوة ففي دول تانية نصبها هيكون نفس النصيب كمان اللي عرفة اليمنية شايفة تحرك كبير لليهود تحرك كبير لليهود في عدة دول منها دول عربية تشهد تطبيع سري دول عربية تشهد تطبيع سري مع إسرائيل لن يتم الإعلان عنه في هذا العام ولكن في الأعوام القادمة وهذا التطبيع هيكون من خلال شراكة اقتصادية إزاي؟ قالت إنها تخش شركات معروفة عالميا بإنها مثلا شركة إيطالية شركة ألمانية شركة فرنسية شركة معرفش جاء من سنغافورة ولكن أصول الشركة دي 90% 80% إسرائيلية فهم بيخشوا بالطريقة دي يحكموا يبتدي يخش تسرسبوا كده يمسكوا الاقتصاد بتاع أي دولة ساعتها ما تقدرش أو أي دولة أو أي حكومة إنها ترفض التطبيع إن كده مسك اقتصاد دولتك وهي دي الخطة اللي جاية اللي هيعملوها اليهود إن هم أو الصهاينة عشان حرام اليهود ملهمش دعوهم اليهود كاديانة ملناش دعوة نتكلم فيها نتكلم على الخطة الإسرائيلية في إنها إزاي تاخد الدول هي حاولت وقدرت تكسب كم دولة ولكن في دولة تانية رفضة طب تكسبها إزاي تغشلهم بقى من ناحة الاقتصادية اللي هي لعبتها تحكم الاقتصاد بعدها ساعتها الدولة مش هتقدر ترفض لها طلب لأن كده الدولة هتقع كمان العرفة اليمنية اليهودية قالت إن 2023 لا يخلو أيضا من الكوارث الطبيعية العنيفة اللي هتضرب بعض الدول وخصوصا شايفة صوران بركان عظيم هيحصل في أحد الدول كان المفروض هذا البركان خامد من ملايين السنين هيبتدي أثور مرة تانية شايفة أيضا درجات الحرارة متطرفة بمعنى إن الشتاء هيبقى جديد والكلام ده إحنا عارفين ولكن الغريب في الموضوع إن مثلا دول كان المفروض إنها دافية في الشتاء أو المفروض التقس بتاعها مفروض الشتاء أصلا هيبقى الشتاء رهيب ودول تانية كان المفروض متلية هتشهد دفع هيحصل حاجات غريبة غير المعروفة إحنا مش بنتكلم عن دولة عندها برد فهتبرد أكتر دولة أصلا كانت دافية هتبتدي تبقى شتاء ودول كانت شتاء تبتدي تبقى دفع وده هينتج عنه طبعا حاجات غريبة جدا جفاف في بعض الأحيان سيول فايدانات في مشاكل هتحصل في العالم ولكن مشاكل عادية نقدر إن احنا نتجاوزها لكن الخوف كله هو السياسة 2023-2024-2025 تلات سنين دول هي فرض السيطرة والنظام العالمي الجديد ومين اللي هيقدر يكسب الكوة دلوقتي أديكوا شايفين أهو رئيس الصين في الرياض رئيس الصين في الرياض بعد ما كان أمريكا يعني سبحان الله خلال سنة خلال سنة رئيس أمريكا والرئيس الصيني راحوا ظهروا السعودية شفتوا في سنة واحدة الفجأة كده افتكروا السعودية افتكروها ليه؟ عشان روسيا عشان روسيا والحرب اللي موجودة على النفط والبترول مش عشان خطر عيوننا احنا مش دول برضو زيهم مهما كان اه احنا دول أغنية بس احنا برضو خلينا معترفين بالأمر الواقع احنا مش زيهم هم شايفين حاجة مش موجودة عندهم فعشان كده جايل لنا فعشان كده بقول لكم الدول في تحالفات وصراعات سياسية من تحت لتحت ومنها على العلن واضحة وصريحة دي كانت توقعات العرفة اليهودية اليمنية ودي كان برضو توقع احنا قلنا عليه حاكم عربي خان تحقق بالفعل في اهو زي ما موجود قدامكم سجن رئيس جزر الكمر السابق مدى الحياة بتهمة ايه الخيانة العظمة شكرا لحضراتكم اتمنى ما طولتش اكون ما طولتش عليكم اشوفكم بخير في فيديو جديد ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وعاريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس لو حابين توقعات خاصة بالدول اكتبوا لي تحت في التعليقات عشان نبتدي نبحث لان الموضوع مش سهل زي ما انتم فاكرين دعبس وراه اكتبوا لي تحت في التعليقات وان شاء الله ما تنسوشوا الاشتراك واللايك والشير لان ده بيرفع الفيديو وبيخليه يوصل للناس المهتمة بالنواعي دي من الفيديوهات اشوفكم بخير كان معكم اختكم ماري